بالحقيقة الشعب يحتاج ولكن يحتاج إلى مؤسسات ضامنة لأمنه وضامنة لحصانة الجبهة الداخلية والخارجية وما يؤسف إليه أن المؤسسات عجزت عن الإيفاء بهذا الدور لأننا أساسا نحتاج إلى مؤسسات تحمي الدستور الذي حصل قبيل تشكيل حكومة السيد السوداني أنه يفترض أن يكون الاحتكام إلى صندوق الاقتراع وفازت عندنا ثلاث كتل مثلة الأغلبية ومثلة التركيبة السياسية صاحبة الحظ الأوفر في الرصيد الانتخابي من الذي أطاح بالأغلبية وجاء بالأقلية لتحكم وتشكل الحكومة هو السلاح فمعنى ذلك أن السلاح أقوى من المؤسسة وأطاح بأهم مبدأ هو مبدأ التداول السلمي للسلطة تغيرت معطياتها والأغلبية انسحبت تحت ضغط السلاح وقتل مجموعة من أتباعهم ولجأت إلى خيار المعارضة وتقدمت الأقلية ثم أبعد من ذلك ما مبرر اتخاذ قرار بحق قداسة الأبساكو ما هذا مرجعية وطنية وانتدى تضرب التركيبة البنيوية الاجتماعية ولو تلاحظ أن رئيس الجمهورية خلق أزمة لرئيس الوزراء في هذا الأمر ما يؤسف إليه أن هذه الأزمة لم تكن فقط استهداف جزءا من الجسد الوطني وعلى بهم الأخوة المسيحيين وإنما تشضت ارتداداتها حتى وصلت إلى سفارات لخارج العراق ما هو مبرر اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت الزمني اللي أحلى نتحدث فيه عن ضرورة البدء بالتنمية المستدامة وحتى نبدأ بالتنمية المستدامة لابد أن يكون هناك أعمال طيب لماذا دكتور ليش تصير هذه الخطوات هل يعني ليش تصير هذه الخطوات يعني سنتخذتني ولو ربطتني بموضوع شوية بعيد بس رجعتني على موضوعي أريد أسأل ليش تصير هذه الخطوات ليش تتخذ الرئاسة هيش قرارات ليش تصير هيش تباعد بالمواقف وين المشكلة المشكلة سياسية يعني لين من وجهة نظرك حتى ترجع الأستاذ عادل نعم هناك هناك رغبة في صناعة الأزمات صناعة الأزمات في العراق تؤدي إلى تعطيل الدستور وتعطل دور الوظيف للمؤسسات وتبقي حالة اللزاع والصدام بين الهويات الفرعية بين التركيبات الاجتماعية من المستفيد الدينية قائمة وإلا ليش أستهدف البسيح في هذا الوقت ما البسيح؟ شركة ألف في هموم ومعاناة الوطن وأب ساكو هو الذي نظر إلى زيارة باب الفاتيكان التي ستفتح آفاق جديدة للعراق في قضية الأعمار والاستثمار أنت تروح تستفز وتدخل شوف حتى على مستوى الطاقة وصلت فكرة هذه نقطة أسمح لي بي على مستوى الطاقة أمن الطاقة جزء من الأمن القومي راحوا إلى فرنسا إلى شركة توتال التي هي عليها إشكاليات قانونية حتى من قبل القضاء الفرنسي في وقت النظام السابق وأنتم معارضين للنظام السابق أدخلونا في معادلة الصراع الأنجلوسكسوني والفرانكوفونية بين فرنسا وبين بريطانيا والولايات المتحدة يستدعون توتال حتى يرضون شركة شم وشركة الفرنسي هذا والله يا دكتور